السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالتست رقم 36 من الوحدة السادسة وحدة الجداول في مادة الايكيو من هاجم التروبول كتاب الأول هنا وفق النص المعطى في بداية التست يجب أن نختار أعداد لملئها ضمن المربعات الفارغة من 1 إلى 9 بحيث يكون مجموع كل سطر يعطي النتيجة الموجودة في المنطقة المضللة ومجموع كل عمود يعطي النتيجة الموجودة في المنطقة المضللة بهذا الشكل على هذا الأساس هنا نلاحظ أن لديه 312 هنا يجب أن يكون 9 حتى يصبح 9 زائد 3 يساوي 12 على هذا الأساس لما كانت هنا 10 تساوي 9 زائد 1 وهي قيمة الـ x وبالتالي الـ x تساوي 1 لما كانت الـ x1 هنا يجب أن نضع هنا 5 حتى يصبح 5 زائد 1 يعطيني 6 و5 زائد 3 يساوي 8 وبالتالي الإجابة هي A في السؤال الثاني بنفس الأسلوب تماما هنا لديه 5 ثلاثة زائد 2 حتى يصبح مجموع العمود هنا يساوي 5 الآن لديه 2 هنا يجب أن تكون الـ x10 حتى يصبح المجموع هو عبارة عن 12 وبالتالي قيمة الـ x10 والجواب هو G في السؤال الثالث هنا لا يوجد معطيات في داخل الجدول لكن هنا لديه 13 زائد 7 المجموع العمودي هنا 20 هنا إذا كان السطر 20 هنا سوف يكون العمود أيضا 20 وبالتالي قيمة الـ x ستكون 6 زائد 14 و20 والجواب هو E بنفس الأسلوب تماما وفق معطيات هذا النوع من التمارين يجب أن يكون كل سطر يساوي مجموع كل عمود هنا نلاحظ لديه 14 زائد 16 زائد 12 هنا لديه 30 40 42 هنا يجب أن يكون لديه أيضا المجموع هو عبارة عن 42 على هذا الأساس 42 ناقص 11 زائد 15 هنا لديه 26 وبالتالي الجواب هو عبارة عن 16 والجواب هو D بنفس الأسلوب تماما مجموع كل سطر هنا 1 زائد 8 9 هنا مجموع المناطق التي تحتوي على الأعداد في المربعات المفرغة يجب أن يساوي العدد في المنطقة المضللة 1 زائد 8 9 9 يجب أن أضيف لها 7 حتى يصبح المجموع 16 هنا لديه 6 يجب أن أضيف لها 5 حتى يصبح المجموع 11 الآن عموديا لديه 12 والمجموع هو عبارة عن 14 قيمة X يجب أن تكون 2 وبالتالي الجواب هو B في السؤال السادس هنا لديه 3 زائد 6 يعطيني 9 9 يجب هنا أن أضيف 6 حتى يصبح الجواب 15 الآن عموديا 7 زائد X زائد 6 يساوي 18 الآن X زائد 13 تساوي 18 X تساوي 5 والجواب هو E في السؤال السابع لديه هنا قيمة Z 8 زائد 9 هي عبارة عن 17 17 يجب أن أضيف لها 5 حتى يصبح مجموع السطر 22 وبالتالي Z هنا تساوي 5 الآن لدي قيمة X هنا عموديا 5 زائد 8 هي عبارة عن 13 13 يجب أن أضيف لها 7 حتى يصبح المجموع العمودي هنا 20 وبالتالي قيمة X هي عبارة عن 7 هنا وصلنا إلى Y 5 و 15 Y يجب أن تكون أيضا 7 حتى يصبح المجموع الأفقي هنا هو عبارة عن 17 الآن لدي 14 زائد 5 تساوي 19 والجواب هو J وفق معطيات السؤال كما ذكرنا هنا مجموع كل سطر يساوي مجموع كل عمود وبالتالي مجموع هذا السطر يعطيني مجموع هذا العمود لدي 20 زائد 22 زائد X تعطي إلى 16 زائد 19 زائد Y الآن بإجراء العمليات الحسابية هنا لدي 42 زائد X تساوي إلى 35 زائد Y الآن بنقل X إلى الطرف الآخر X أو Y ناقص X تساوي إلى 40 42 ناقص 35 وبالتالي 42 ناقص 35 الجواب هو 7 والإجابة هي A في سؤال التاسع المطلوب فقط هنا قيمة X هنا 1 زائد 4 ستة ستة يجب أن أضيف هنا ثمانية حتى يصبح المجموع هو عبارة عن 14 المجموع الأفقي لهذا السطر الآن ثمانية زائد 4 إثنى عشر يجب أن أضيف قيمة X التي تساوي 6 لكي يصبح المجموع العمودي هنا هو عبارة عن 18 وبالتالي الجواب هو D وبالتالي هنا مجموع كل سطر يجب أن يساوي مجموع كل عمود بهذا الشكل هنا المجموع لدي 20 و 12 و 14 يعني المجموع هو عبارة عن 46 46 تساوي 20 زائد 16 هي عبارة عن 36 زائد X X تساوي 46 ناقص 36 وتساوي 10 والجواب هو D وشكرا لكم